كعادتها تحاول حكومة السودان تسويق نفسها على أنها قادرة على حل مشكلة الطاقة وما أعلانها توقيع مذكرة تفاهم مع ترك مانسان من أجل استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق بحسب وزارة الكهرباء الحالية إلا دليل على ذلك حكومة السودان روجت دعائياً وإعلامياً على أن مذكرة استيراد الغاز مع ترك مانسان هي محاولة لتنويع مصادر الطاقة وضمان تجهيز مستقراً ومستدام للكهرباء خلال المدة المقبلة وهي ذات الحجج التي لجأت إليها الحكومة المتعاقبة في ملف استيراد الغاز من إيران التي لطالما قامت مراراً وتكراراً بقطع الغاز عن العراق ما زاد من سوء انقطاع التهار الكهربائي بشكل يومي بالنسبة للسكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة واقع الحال فالعراق بما يخص ملف الغاز المسورد من إيران يثبت بوضوح الفشل الحكومي للحكومات المتعاقبة في قطاع الطاقة وأنتاج الغاز المحلي فالمحطات الكهربائية العراقية تعتمد بشكل كبير على الغاز المسورد الإيراني الذي يغطي ثلث احتياجات البلاد من الطاقة إيران من جانبها سمحت وسعت لتوقيع العراق اتفاقية الغاز مع ترك مانسان مشتريطة توريد الغاز عبر استخدام شبكة أنابيبها المرتبطة بأنابيب النقلة العراقية وهما يسمح لطهران بالسيطرة على مجمل حاجة العراق من الغاز المسورد لا سيما أن هذا الاتفاق المبدئي يقضي باستيراد نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من ترك مانستان بحسب وكلة فرانس برس في ظل تأكيد السودان المنتمي للإطار التنسقي التابع لإيران على ضرورة إكمال هذه الاتفاقية بأسرع وقت ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من أزمة متواصلة منذ عام 2003 وحتى الآن رغم أنفاق الحكومات المتعاقبة نحو 80 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية وقسط فشل الحكومات في تحقيق الاكتفاء ذاتي من الغاز والسمرار إحراق الغاز المصاحب لإنتاج النفط ما يكبد البلاد 12 مليار دولار سنويا بحسب البنك الدولي الذي أكد أن العراق يعد ثاني أسوأ دولة في العالم بملف حرق الغاز في العالم